اشتركوا في القناة واحدى دروس علوم الصف الرابع المهمة جدا جدا هو الدرس مين الدرس الخامس اسمه ايه كيف يعمل الجهاز العصبي في المفهوم التاني بالوحدة الاولى تعال كده نشوف في البداية سؤال جميل اي الاجهزة الاتية بيستقبل المعلومات من البيئة وكمان يعمل استجابة ورد ليها هل الجهاز الهضمي ولا الجهاز العصبي ولا الجهاز التنفسي اقوله الاجابة الجهاز العصبي لانه مرتبط بالاعصاب والاعصاب مرتبطة باعضاء الاحساس وخدنا قبل كده درس الحواس وعرفنا ان العين عضو الابصار والازن عضو السمع واليد والجلد عضو اللمس وكمان اللسان عضو التزوق والانف عضو الشم دي اسمها اعضاء الاحساس اعضاء الاحساس بتشوف المعلومات حواليها سواء بالعين او باللسان او بالجلد وتدركها وترسلها للمخ المخ بقى يصدر الاستجابة المناسبة لها يبقى الجهاز العصبي يعمل على جامع المعلومات على الاشياء اللي بتحصل سواء داخل الجسم او خارجه يا ولاد طب من الوسيلة اللي بتساعد على تجمع المعلومات اعضاء الاحساس اللي مستر حمد قالهم زي العينين والازنين والجلد لللمس طب بعد ما اعضاء الاحساس جمعت المعلومات ترسل هذه المعلومات الى المخ فالمخ بقى يتصرف ويتعامل ويبعث الاستجابات المناسبة الى اجزاء الجسم علشان تاخد الاجراءات اللازمة للتصرف دي مقدمة طب لو جينا اتكلمنا على كيف يعمل الجهاز العصبي نقول يا ولاد في البداية ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الجهاز العصبي بيتكون من اشياء واعضاء معينة الاعضاء دي بترتبط مع بعضها عن وسيلة من الاعصاب يبقى الاعصاب هي الوسيلة اللي بتربط مكونات الجهاز العصبي واللي كمان بتساعد على نقل المعلومات خلال جسم الانسان بكده يبقى الجهاز العصبي في الانسان يقدر يقوم بتلات وظائف مهمة من هم التلات وظائف المهمين للجهاز العصبي الوظيفة الاولى جمع المعلومات عن كل شيء بيحصل داخل وخيج الجسم وان الوظيفة دي في الاساس تخص اعضاء الحس العين والازن والجلد واللسان وهكذا اما الوسيلة التانية والوظيفة التانية تفسيري المعلومات عشان نقدر نتعامل معاها طب بدم تفسير وفاهم وتعامل يبقى دي عايزة كمبيوتر فعلا كمبيوتر الانسان هو مين؟ المخ هو اللي بيعمل الوظيفة دي دي الوظيفة التانية نجي للوظيفة التالتة يتم بقى ارسال اشارة للجسم علشان ينبغي يعمل اي ويتصرف ازاي عشان ياخد اجراء تجاه اي مؤثر خارجي يبقى كده كموظيفة التلاتة يلا نقولهم جمع المعلومات عما يحدث داخل الجسم وخارجه تفسير هذه العلومات والتعامل معها ارسال الاشارات الى الجسم للتصرف قادة التلاتة تعالى ندي مثال عن اللي بيحصل في الجسم نتيجة فعل معين او مؤثر معين ماذا يحدث عند سماع صوت زأزاء الطائر فوق الشجرة مثلا بدم صوت زأزاء يبقى الصود يخص من الازن عشان الازنين عضو الاحساس بالسمع يبقى نمر واحد الازن من اعضاء الاحساس تعمل ايه تشوف الرسالة وتسمع الزأزاء طب وبعدين ترسد الاعصاب للازن رسالة الى المخ قادة المخه يعمل ايه بقى لما تجيله رسالة ان احنا سمعنا صوت زأزاء للطائر فوق الشجرة يقوم المخ بمعالجة الصوت يبقى يفسر ويعالج طب بعد كده يتم ارسال الاشارات الى اجزاء الجسم من مين من كمبيوتر الانسان المخ علشان الانسان بقى يلتفت الله هو الطائر ده فين هو الصد ده جاي منين هي الشجر ده فين اللي عليها الطائر يبقى الانسان يقدر يتصرف ويتعامل ويشوف ويسمع يبقى وظيفة اعضاء الحس هنا زي الازن عملت ايه مسؤولة عن جمع المعلومات عما يحدث داخل وخرج الجسم ده وظيفة مين يا جماعة اعضاء الاحساس واللي هنا في المثال ده الازن نيجي النقطة تانية في حاجة يا ولاد اسمها رد فعل منعكس وده بتبقى عبارة عن ايه بتبقى عبارة عن استجابة سريعة جدا تحصل بدون تفكير في ايه في لحظات بسيطة جدا في لمح البصر واقل على رأي الدكتور احمد زويل وفكرته اللي خاد عليها جائزة نوبل في الفيمتو ثانية يعني جو اجزاء اجزاء من الملايين من الثانية اللي بيحصل ان بعض الرسائل بيكون سريعة للغاية لدرجة ان الانسان ما بيقدرش يدركها فهي يتم ارسال رد على بسرعة جدا جدا فالعلماء سموها ايه رد الفعل المنعكس رد الفعل ايه المنعكس طب ايه مفهومة وايه تعرفها تعرفها ايه يا ولاد رد الفعل المنعكس هي عبارة عن رسائل يرسلها الجهاز العصبي ولكن بشكل سريع جدا لدرجة انك لم تتمكن من التفكير فيها طب ودي بتتم امتى في الغالب عند لحظات الخطر عند لحظات الخطر ازاي يعني عربية مسرعة عليك لقيت نفسك نطيت بسرعة فوق رصيف حد ضرب نور في وشك فروحت انت مغم عنك وباعد وشك شوك شكتك في ايدك رحت جارر ايدك بسرعة نارو لسعد صبعك رحت جارر صبعك بسرعة كلبي وجرى ورقرح انت جاري تلقائي يبقى تصرفات فجائية تصرفات عفوية تصرفات لا اراضية سريعة علشان في خطر جاي عليك فانت بتتصرف من عند مين اجراء من المخ سريع عبارة عن استجابة تلقائية سريعة بوسطية الجهاز العصبي للبعد عن الخطر تعالى كده بيقولك ملاحظة ان في بعض الرسائل بتحصل بين المخ والجسم ولا يمكن التحكم فيها زي مين حركة التنفس ده احنا بنتنفس الاف المرات في اليوم يبقى ده عملية تلقائية يلا يا ولاد نكمل التلجومة الجل وعطي لك قائمة اختار منها تعال احنا نعتمر على نفسنا تعمل مين على جمع المعلومات وارسالها للمخ اه الاعضاء لربنا خلقه لنا اعضاء مين الحس تمام العيون والازن والجلد واللسان وكمان الانف يقوم مين بمعالجة الرسائل وتفسيرها وفهمها لا ده كمبيوتر يا مستر بدم كمبيوتر يبقى المخ اللي بعده مين اللي بيرسل رسائل الى الجهاز العصبي هي مين اللي رسائل يرسلها الجهاز العصبي بشكل سريع ولم تتمكن من التفكير فيها اقول له لسه ايلنها ردود الافعال ردود الافعال الاولاد المنعكسة هي استجابة تلقائية سريعة بوسط الجهاز العصبي ترسل بشكل سريع ولا يمكن التفكير فيها تعالى ناخد بقى وصف للجهاز العصبي عن طريق مثال هل تعتقد ان مخ الانسان ممكن يستقبل المعلومات من اعضاء الحس وكمان يبعت اجابات وتصرفات ليها الى اجزاء الجسم بدون وجود اعصاب ازاي مستر ده الاعصاب دي نقول عليها يا جماعة هي حلقة الوصل هي حلقة الاتصال هي السواء هي المرسال هي البريد بين المخ وبين اجزاء الجسم يبقى طبعا الاجابة لا ما يقدرش يبعت من غير اعصاب ليه لان مكونات الجهاز العصبي ربنا سبحانه وتعالى خلقها في تكامل يعني ايه تكامل يعني في تناسق مع بعضها لاداء الوظائف المختلفة واللي لا يمكن للاجزاء انها تقوم بصورة منفردة يبقى العمل هنا عمل ايه يا جماعة عمل جماعي بين مين بين اعضاء الحس وبين المخ وكمان وسيلة الاتصال اللي هي الاعصاب تعالى كده مع بعض ندي مثال كده خارجي القدرات الفائقة للاعضاء الحسية عند الدولفن يبقى انا هربط لك الدرس بتاع الاعصاب بأعضاء احساس عند مين الدولفن الدولفن يا ولاد حيوان جميل علشان يبقى على قيد الحياة محتاج انه يعمل ايه محتاج انه يبحث عن الطعام ومحتاج انه يحمي نفسه تحت الماء في الظلام يبقى ماهي احتياجات الدولفن حكتين نمرة واحد البحث عن الطعام نمرة اتنين حماية نفسه في الظلام تحت الماء ولكي يستطيع القيام بدا محتاج حسة الحسة دي مهمة جدا عنده اسمه ايه تحديد الموقع بالصدى وقلناها قبل كده فالحسة دي بتساعده على انه يقدر يحدد موقع الكائنات الحية والاشياء اللي تحت سطح الماء يبقى مين اهم حسة عند الدولفن هي حسة السمع ايش معنى اهي لانها بتساعده على خاصية مهمة جدا اسمه ايه تحديد الموقع بضل اصوات يلا ناخد تحديد الموقع بالصدى ونشرحها ينتقل الصوت اللي بيصدره الدولفن في الماء على شكل موجات تسمى ايه الموجات الصوتية الموجات الصوتية ادي الدولفن وادي الصوت اللي عمله فعمل الموجات زي اللي بتشوفوها لما ترمي طوبة في الماء تمام اللي يحصل بعدها تتحرك الموجات الصوتية خلال الماء فتصطدم الموجات دي بجسم اللي اصدها طب بعد ما تصطدم تعمل ايه عايزة تدي اشارة للدولفن وتعرفه بقى ما يبتعته تقوم ترتد اليه تاني يبقى الموجة بعد ما كانت ماشية كده تردله ايه تاني يقوم راجع للدولفن على شكل صوت صوت زي الصوت اللي بيرن وبالتالي الدولفن اللقيم يقدر يحدد موقع فريسة وهم يا جمل وياكل بقى بروح خلي بالك ملاحظة مهمة ان زي ما الدولفن عنده حسة السمع بيه صدى الصوت الدولفن عنده حسة بصر قوية ايضا ماشاء الله يا دولفن سمع وبصر وصدى صوت تعالى المثال صح وغلط خاصية صدى الصوت تعتمد على حسة السمع ولا حسة البصر بدم صدى وللصوت يبقى حسة السمع خاصية صدى الصوت الحيوانات بتعملها عشان تتمتع بسطة ولا تحدد موقع الاشياء لا طبعا علشان تحدد موقع الاشياء تعالى ناخد معلومة ان الاعضاء الحسية اللي ربنا خلقها عند الحيوانات رأيه بتسعروا على تأييف والبقاء في البيئة يبقى لو قالك علل ما اهمي الاعضاء الحسية اقوله من غيرها ما يقدرش يتعايش ولا يتكيف مع البيئة طيب بعض الحيوانات ما شاء الله عندها قدرات خاصة طب اديني مثال الدولفن والخفاش ما لهم الدولفن بيستخدم تحديد الموقع بصرصوت علشان يحدد مواقع الاسماء وكمان الخفاش اما الجهاز العصري في الانسان مكونته ايه ولاد المخ طب والتاني الحبل الشوقي ودي مجموعة من الاعصاب في سلسلة فقرات الظهر طب والسواء اللي بينهم الاعصاب يبقى مكونات الجهاز العصبي ثلاث اشياء المخ والحبل الشوكي والاعصاب وكل دول متصلين بأعضاء الاحساس اللي بتستقبل وترسل المعلومات الى المخ علشان يتم تفسيرها وفهمها والتعامل معها تعالى كده نتكلم على الثلاث اجزاء مكونات الجهاز العصبي المخ نمر اثنين الحبل الشوكي نمر ثلاثة الاعصاب طب المخ نقول عليه ايه ودي رسمته وفصوص المخ زي ما انتو شايفينه نقول عليه كمبيوتر الانسان هو مركز التحكم الرئيسي في جسم الحيوان بصفة عامة طب الحبل الشوكي اللي موجود فين في سلسلة فقرات الظهر ده بيعمل ايه يحمل الرسائل من وإلى المخ يبقى علقت الحبل الشوكي بالمخ يدي له رسالة وياخد منه امال دي رسمة مين؟ دي خلية اسمها الخلية العصبية بتمثل الاعصاب طب الاعصاب بتشتغل ايه؟ سواء تحمل الرسائل من المخ ومن الحبل الشوكي وتوصلها لبقى اجزاء الجسم يبقى مين السواء؟ الاعصاب من الكمبيوتر المخ مين اداة الاتصال بين المخ وبين الايه؟ اجزاء الجسم الحبل الشوكي طب الاعصاب بتعمل ايه؟ تنقل المعلومات اللي خدتها من أعضاء الإحساس تودها للمخ يوم المخ يعالجها ويفصرها ويفهمها ويدركها ويتعامل معها ولا تستطيع حواسنا معالجة المعلومات دون الجهاز العصبي يبقى الجهاز العصبي له دور أساسي في معالجة المعلومات واتخاذ القرارات طب كيف تستقبل الحيوانات المعلومات من البيئة وإزاي تعالجها قلنا قبل كده أعضاء الإحساس العين للإبصار الأزن للسمع الأنف للشم اللسان للتزوق الجلد لللمس دول اسمهم أعضاء الإحساس طب وظفتهم يا مستر حمد تستقبل المعلومات من البيئة طب بعد ما استقبلتها تديها للسواء الأعصاب علشان يوديها للمخ كمبيوتر الإنسان وظفته التعامل والفاهم والمعالجة والتفسير طب بعد كده المخ يدي أوامره إلى أجزاء الجسم يقول للإد تتصرف إزاي أو الرجل إزاي أو العين إزاي يبقى هو صاحب القرار طب مين اللي بينفذ أجزاء الجسم المختلفة يبقى المخ ينقل الإشارات والرسائل طب هل تنفيذ القرارات دي بتتم في وقت واحد بين كل الحواس لا تختلف زمن الاستجابة حسب نوع التحفيز حسب الخطورة إيه طب استجابتك للمسير البصري أسرع من استجابتك لمن للسمع يعني إيه الجملة دي يعني الحاجة اللي انت بتشوفها بيكون لها إجراء وتصرف أكتر من اللي تبتسمعه المرء اللي اني شفته بعينيك عن السمع بدرجة أكبر تعال هنا سؤال جميل بيقول لك ها أكمل المخطط الآتي عايز مين أعضاء الحس في الإنسان نقوله مين يلا يلا عندنا العين خصب مين خصب البصر عندنا مين الأذن خصب السمع عندنا مين الأنف خصب مين بالشم عندنا اللسان خصب مين بالتزوق عندنا الجلد خصب مين باللمس آدي أعضاء الإحساس وآدي كمان وظفتهم ونروح مع بعض دلوقتي لآخر شريحة بيقول لي ثلاث صور أمامك وصل بين كل واحد ووظفته وكمان اكتب اسمه دي صورة مين أقوله صور المخ بفصوصه وهنا آدي العمود الفقري يبقى القناة العصبية اللي جوا اسمها إيه اسمها الحبل الشوكي طب دي صورة خلية عصبية يبقى بتعبع من عن الأعصاب كتبنا الأسماء فاضل بعد التوصيل نقول الوظيفة المخ بيعمل إيه جماعة ده كمبيوتر الإنسان يبقى وطوء أهي هو مركز التحكم الرائس في الجسم طيب يلا نقول الحبل الشوكي بيعمل إيه بيحمل الرسائل من وليا المخ لعب مع الكبار من الكبار المخ والحبل الشوكي أما الأعصاب فدي السواء اللي بتحمل الرسائل من المخ ومن الحبل الشوكي من الزعماء تودهم إلى باقي أجزاء الجسم أدي الوظيفة التالتة ودي شرايح درسنا الجميل المهم كيف يعمل الجهاز العصبي يارب أكون وفقت في توصيله ليكم يا أولاد صالح دعواتكم وشير في الخير عايز الشرايح هتلاقيها على صفحة مستر حامل البيومي عايز الفيديو على قناة روائع البيومي ولا تنسوا مستر حامل البيومي من كيف يعمل الجهاز العصبي يارب أكون وفقت في توصيله ليكم وبكده يا أولاد الحمد لله خلصت حلائتنا ودرسينا اليوم مع مستر حامل البيومي ودايما نقول لك لايك وشير وسبسكرايب لقناة روائع البيومي وتابعنا على صفحة مستر حامل البيومي يصلك كل جديد وشير في الخير خلي الكل يستفيد صالح دعواتكم مستر حامل البيومي